أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحلقة الرابعة من الوصية الإلهية بدءا من الوصية التاسعة يقول الله تبارك وتعالى وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِ أَحْسَنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاصِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهة إلى آخر الآيات الوصية التاسعة هو لا تقرب مال اليتيم اليتيم أيها الإخوة هو من فقد أباه وكان دون سن البلوغ ذكراً كان أو أنثى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد حلم يعني بعد بلوغ وإلا إذا كان واحد كل من مات أبو يتيم معنات أنه كمان يتيم فاليتيم هو الطفل الذي مات أبوه قبل سن البلوغ حفظ له دين الله حقوقه وأوصى به ليكون عنصراً فعالاً في المجتمع وفعلاً أيها الإخوة كثير من الأيتام الذين فقدوا آبائهم عاشوا بعد وفاة آبائهم عيشة أفضل من حياة آبائهم فيسر الله لهم من يكفلهم ومن يعلمهم ويهذبهم والتقيت مع طيار منذ خمسة عشر سنة تقريباً كان يتيماً وكان يدرس في دار الأيتام ولكنه إنسان فاضل محترم يفيد البلاد ويدافع عن العباد أخذ تقاعد بعدين ما عاد يشتغل كبر سنه ولكن أفاد الأمة ودافع عن المواطنين وليس كالطيارين هؤلاء الذين أنتجوا في عهد الحكم العسكري حكم الطويان الذين يقتلون شعوبهم بدل من يقتلوا أعداء الشعوب فاليتيم في ظل النظام الإسلامي إنسان ممتاز جيد يعود تربيته على المجتمع بالخير والبركة ويعيش في سعادة ولا يشعر أنه محتقر وأوصى به الله والرسول ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من مسح على رأس يتيم يعني يريد إيناسه كي يتلطف به من مسح على رأس يتيم إن كان له بكل شعرات مستها يده وحسنات فكيف البنفق على اليتيم وبيعطي اليتيم وبآنس اليتيم وبحترمه وبحبه ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ما هي التي هي أحسن؟ أي من أجل تنميته وتثميره والمحافظة عليه أما غير ذلك بعيد ما تقربه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه يا أبي ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين لا تصير أمير على اثنين لأننا نحن عندنا في الإسلام أمر أمر مهم إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم أحدكم ما يبصر الناس يعيشون في فوضى مثل ما نحن عايشين مثل ما بعض الناس عم نعمل كل جهة نساوي قيادة ولا ينشكز أشكازه بيعمل على تخريبها بأي وسيلة بحجج باطلة وفاسدة فالأمارة مهمة والقيادة مهمة حتى لو كانوا ثلاث أشخاص يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبي ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم يعني ما تصير ولي على يتيم لأنك ما تريد أن تضبط الماله فتقى في الإثم الوصية العاشرة الوفاء بالعهد يقول الله تبارك وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أي مسؤولا عنه صاحبه يوم القيامة من عهد سئل مسؤول صاحب العهد لا أعطى العهد فأهم العهد العهد الذي بينك وبين الله على أن تطيعه فيما أمر في علاقتك مع الناس في أخذك في عطائك في كذا في عهدك مع الناس أيضا الله أمرك بالوفاء بهذه العهد إذن أول عهد التحرر للعبودية لغير الله تبارك وتعالى وينتج عنها العهد الذي يجعلك تأتمر بأوامر الله ونواهيه ثم ينتج عن ذلك ما بينك وبين الناس من عهود ومواثيق فتوفي بالعهود وتوفي بالمواثيق فلا تنقض إلا بعد إعلام حسب النظام الذي وضعه الله سبحانه وتعالى إذا بدأ ينقضوا العهد أو مش بطريق غير سليم مع العهد فنبذ إليهم على سواء فنبذ للدولة الثانية أنهم لم يوفوا بالعهد وعند ذلك تستطيع أن تصرف بما يمليه عليك ربك إن العهد كان مسؤول أي مسؤول عنه صاحبه الوصية الحادي عشر إعطاء الناس حقوقها كاملة بأن توف الكيلة وتوفي الوزن يقول الله تبارك وتعالى وأوفوا الكيلة إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خيرا وأحسن تأويله أوفوا الكيل وأتموه أعطي الناس حقوقهم أعطي الكيل وافيا غير منقوص إذا كلت لغيرك وزنوا بالعدل المستقيم وبعض المفسرين قالوا القصطاس هذا الميزان عندما يستقيم كون الوزن تمام عندما ينزل أو يصعد يكون الوزن فيه نقص أو زياده وزنوا بالقصطاس المستقيم وبعضهم قال بالعدل ذلك خيرا وأحسن تأويله خيرا من الطبع في حقوق الآخرين فهذا يحقق الخير عندما ثواتي حقوق الآخرين كاملة غير منقوصة يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي وسقة الناس بعضهم ببعض وحبهم لبعضهم البعض ما بشعر واحد أنه والله بعني كيلوين طلع كيلو نص ضحيت عليه مرة تانية هذا الجاهل ما بعده رحل عنده ولذلك ولا أحبه ولذلك إفراء الناس حقوقهم وبالوزن أو بالكيل هذا خير مآلا وخير عاقبة قال قتادة أي خير ثوابا وأحسن وعاقبة لك الأجر الثواب عند الله لأنك انتثلت أمر الله بإعطاء الناس حقوقهم وأيضا أحسن وعاقبة في الدنيا توجد السقة والمحبة بين الناس كان ابن عباس رضي الله عنه يقول يا معشر الموالي إنكم مليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم هذا المكيال وهذا الميزان أنت عبش تقولوا على المكيال والميزان زنوا بشكل صحيح وأعطوا للناس حقوقهم لا زيادة ولا نقصان الوصية الثانية عشر ضبط أدوات المعرفة أدوات المعرفة أيها الإخوة خمسة حاسة اللمس تعطيك صفة عن هذا الملموس ناعم أو خشي للقلب للعقل حاسة الشم تعطيك صفة المشموم رائحة كريهة أو طيبة وتوصلها إلى العقل فيعقلها هيتنتين حاسة البصر تصلك بالمصرات التي تنعكس عليها النور فتتصل إلى العقل فيعقله العقل طائر رجل كبير صغير الأخلي ثلاثة حاسة السمع تصلك بالمسموعات هذا الكلام جيد رديء قبيح حسد إلى آخره فتصل إلى العقل فيعقله الحاسة الأساسية وهي القلب التي تجتمع فيه هذه المعلومات كلها أهم هذه الحواس هذا ناعم خشي لمشان حياة المادية للإنسان ولكن أهم هذه الحواس السمع الذي تسمع فيه الخير أو الشر والبصر الذي تبصد فيه الخير أو الشر والفؤاد الذي يعقل هذه الأمور فيجعلك تختار هذا أو هذا قال تعالى ولا تقفوا يعني لا تتبع ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا مسؤولا عنه صاحب قال ابن عباس لا تقل ما ليس لك به علم اسمعوا أيها المتعالمون اللي بقول عن نفسه أنا اسمعوا باسمعوا من العلماء بكون هو أجهل الجهلاء مع الأسف حسد بحاله من العملاء من العلماء فهذا إن أفتى الناس بغير علم أو بعلم وهو يخالف هذا العلم فهو أخطر وأشد مثل المنافق الذي يفتي بقتل المسلمين في مصر وهو يعلم أنه لا يجوز أن قتل المسلم في الأحاديث وفي الآيات وأشياء متوافرة ما في مجال النقاش فيفتئ ضربوهم بالمليان هذا والعياذ بالله تعالى هذا الجهل إن كان لا يدري فذلك مصيبة جاهل وحسب حاله عالم سيدخل النار وإن كان يدري فهو خبيث من الخبثاء وهو مثل اليهود يعرف الحق ولا يتبع والعياذ بالله تعالى فكل إنسان ينطق بما لا علم عنده والعياذ بالله تعالى يقفو ما ليس له بعلم قال العوفي لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم الآن كثير من الناس فلان عنده بيت على الوسفور وعنده كذا من قال لك هذا وهذا البيت هل أخذ منك تتهم إنسانا من الناس ولو لم يكن من كبار العلماء مثلا تتهمه بأشياء أنه يأخذ مال حرام ويأكل مال الناس بالباطل وأنت لم تجربه ولم يأكل منك ولم يقترب منك إذا كان الناس أحبوه وأعطوه أو أولاده أو كذا اشتغل واشترى أو ما شأنك وشأنه الفجار والملاحدة والدواعش ينهبون أموال الناس بالكبائر بالمليارات ولا تفتح فبك وأنت تريد أن تطعن بي ما صارت قيادة إسلامية لسه يعني نواة صغيرة وظن حالك أنت تفهم أي فهم هذا ولياز بالله تعالى هذا جاهل ينطق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان تنطق الروايبضة الروايبضة يعني الذي لا يعلم أمور العلم ولا الدين ينطق بصير بأبدال فلسفة ويعلم الناس إذن مضمون هذه الآية أن الإنسان لا يجوز أن يقول سمعت ولا رأيت ولا كذا إلا أن يكون فعلا رأى وطلب منه أن يرى ويجوز أن يشهد على ذلك ماذا أقول يجوز أن يشهد قد يرى رجل يزني بمرأة ما بجوز يقول فلان يزني فيها يجلد إذا كان أربع مثله شافوا واتفقوا على أن يذهبوا للقاضي ويشهدوا أربعتهم بيذهب لقوله تعالى واستشهدوا عليهن أربعة منكم أربع رجال إذا كان لا ما بجوز أن تشهد الفاحش بشر وقعوا في مشكلة ومصيبة وفي الفاحشة خلاص اتركهم إلى الله إن تابوا يتوب الله عنهم إذا شاء وإن لم يتوبوا عقابهم شديد عند الله فلا تفسد المجتمع وتتحدث عن امرأة قد يلفظها زوجها من أجل إشاعة وتكون الإشاعة كاذبة إذن لا يجوز أن تتحدث ما ليس لك به علم وما أثبته الشرع بجواز الحديث عنه فإن لديك أدوات المعرفة أنت مسؤول عنها مسؤول عن بصرك مسؤول عن سمعك ماذا سمعت به سمعت المحرمات أو سمعت الحلال في ناس الحلال قرآن يقرأ ما بيسمعه وإذا كان جالس تظنه يسمع لا هو ما يسمع هو أن تفكر بأفكار غير صحيحة والعياذ بالله تعالى فربنا تبارك وتعالى يقول لك أنت مسؤول عن سمعك وعن بصرك وعن فؤادك ثم الوصية الأخرى ولا تمشي في الأرض مراحا الثالث عشر إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا مهما أطولت ما تبلغ أطول من الجبل هذا تبكيت وإهانة مهما ضربت رجلك على الأرض وعرفعت رأسك هكذا ما بتخرق الأرض أنت لا شيء بالنسبة للأرض صخرة زي الدعم التي تعاليك تسويك هريسة ولا تمشي في الأرض مراحا إن الله إنك لن تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا وكل المشاكل التي توجد من التسلط للإنسان على الإنسان الذي قبحه الله تبارك وتعالى أفضع شيء أن يتصلف إنسان على إنسان ويتأله عليه هذا أفضع شيء عندنا في الإسلام هذا ناتج من التكبر والتسلط يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بينما رجلا يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة وكذلك أخبر الله تبارك وتعالى عن قارون عندما خرج على قومه في زنته قارون من هذا من قوم موسى ولكن كان يشتغل جاسوس عند فرعون وطبعا فرعون يغضق عليه وصار عنده كنوز وصار إنسان عظيم مثل ما دول بعض أفرعوا المخابرات اللي بتجسسوا على الناس ومؤتلوا الناس بعزبوهم من أجل فرعون قرن العشرين بصير عندهم مال وموال وله آخرين ونعياذ بالله تعالى فقارون سألتهم ما شاهد حاله خسف الله به ومكنوزه الأرض بعض الناس الضعفاء السخفاء بزن قضية المال هي يعني كل شيء في الحياة كانوا يقولون يا ليس لنا مثل ما أثيخ قارون لما خسف الله في الأرض قالوا ويك أنه لا يفرح الظالمون كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها هذه الأعمال السيئة التي نهى عنها الله ولا يحبها فهي مكروهة عند الله لا يحبها وينبغي لك أيها المؤمن أن لا تقربها كن ما نهى الله عنه في هذه الآيات وكل ما أمرق الله به أن تنفذه ثم ختم بقوله تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر البدء والتحرر من طاعة غير الله والنهاية لهذه الوصايا الربانية النهاية ولا تجعل مع الله إلها آخر يعني معبودا تطيعه غير الله فتلقى في جهنم ملوما مدحورا تلقى في جهنم يوم الدين في نار موصوفا بالذنب والإثم مدحورا وطرودا مبعدا من كل خير والعياذ بالله تعالى فاتقوا الله أيها المؤمنون والتزموا أوامر الله أما رأيتم ما في شيء أمر في الله إلا من مصطحتكم وسعادتكم في الدنيا قبل الآخرة تعيشوا في الدنيا بجنة وراحة وطمأنينة نفس وتعيشوا في الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين اللهم اجعلنا منهم والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر